ترجمة نانسي قنقر سباق الخيل بالرفة وسط مشاركة واسعة وبهذه المناسبة أكد سبو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الاهتمام والرعاية الفائقة التي تحظى بها رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة جمال الخيل العربية الأصيلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دافعا كبيرا في مواصلة دعم الملاك والإستبلات وتنظيم مختلف البطولات من أجل مواصلة قصة النجاح التي تسجلها هذه الرياضة خصوصا أنها تعتبر نابعة من الإرث التاريخي للبحرين التي تعتبر أحد أكبر معاقل الخيول العربية الأصيلة. وعوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولة العيد الوطني المجيد تبرز من بين المسابقات التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة خصوصا أنها تتزامن مع احتفالات المملكة بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه والعيد الوطني المجيد حيث تحفل البطولة بمشاركة واسعة من قبل الملاك والإستبلات والمرابط في مملكتنا الغالية وهو الأمر الذي يتوافق مع الرؤية الملكية السامية من جلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه من جانبه أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة عن تقديره للدعم والمساندة التي تحظى بها هذه الرياضة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حيث يحرص سموه على دعم مختلف البطولات إضافة إلى المتابعة الشخصية من سموه من أجل مواصلة تطوير هذه الرياضة العريقة وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة أن بطولة العيد الوطني المجيد لجمال الخيل العربية الأصيلة تعتبر إحدى البطولات المهمة التي يتشرف الاتحاد الملكي بتنظيمها سنويا وخلال السنوات الماضية لاحظنا حرص الملاك والإستبلات والمرابط على المشاركة الواسعة والقوية حيث يحرصون على المشاركة في البطولة بجيادهم العربية الأصيلة التي تتمتع بمواصفات جمالية متميزة وباهرة للتنفس على ألقاب المسابقات والتأكيد على أن مسابقات مملكة البحرين باتت مكانا مناسبا لعرض جماليات الخيول وقد أقيمت المسابقات بحسب الفئات والأعمار التي تحددت من قبل اللجنة المنظمة وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى هذا وشهد اليوم الأول في فئة ذات السلالة المصرية مشاركة واسعة من الإستبلات والملاك واستعرضت الجياد جمالها ورونقها المميز وسط بروز واضح من العارضين الذين تفننوا بإخراج جماليات الجياد وسوف تتواصل المنافسات في اليومين القادمين